أنت حكومة النفايات برسائل نارية في أكثر من اتجاه غط العماد ميشيل عون تصعيده الميداني المتوقع غدا تزيارة وزير الخارجية الإيرانية محمد ضريف وبالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء المقبلة التحرك يتراوح بين التظاهر والعصيان المدني وقطع الطرق أما في الحكومة فاستمرار بالمشاركة مع مزيد من التشدد والمطالبة بإلغاء قرارات وزير الدفاع بتأجيل التسريح للقيادات الأمنية الحملة في غير محلها لأنه كل واحد قائد الجيش ينصع لي السلطة التنفيذية ووزير الدفاع عمل ويش بيته بمجلس وزراء عرض أسماء لم يتفق بعدين بحياته كمان هذه بين هلالين أنه لم يؤتى بقائد جيش عمل مؤتمر صحفي لتيار سياسي وقال أنا أكترح هذا الاسم بعلمونا نحن بالمدرسة الحربية أول ما منفوت الجيش والأحزاب لا يلطقيان نحن ما احترامنا للعميد شامل روكز رجل عسكري مرتب وكفه إنما الطرح كان خطأ 22 وزيرا من أصل 24 هنأ قائد الجيش بالتمديد يقول فريق المستقبل ويلتقي وفريق رئيس الحكومة واللقاء التشاوري بأن التعطيل لم يعد ممكنا في مجلس الوزراء وزير الدفاع يقول إنه بلانبلو ولا يعير بالخاص ولا بالعام بقراره حماية المؤسسة العسكرية حكومة هي بلزمة أنه تكون دستوريا تلتين موجودين وتكون ميثاقية يعني كل المكونات الطائفية موجودة فيها وهذا شو ما صار ممن سحب من الوزراء يحاولون يعطلون هذه الحكومة الحكومة باقي بميثاقيتها ودستورية وقرارتها بتكون نافذة وفق المعلومات أن حزب الله سيكون مع عون في الحكومة التي تعطلت دون أن تفرت أما على الأرض فهو في الميدان السوري عون ترك الباب مفتوحا للاتصالات وحزب الله مستمر بمسعى التسوية رفع سن التقاعد للعسكريين أو ترقية عدد من العمداء إلى رتبة لواء بقي شكين بلا رصيد واستدعاء العميد شامل روكوز من الاحتياط لتعيينه لاحقا قائدا للجيش عملا بسابقة العماد اسكندر غانم فيبقى همسا غير قابل للصرف إلا ربطا بتسوية رئاسية ما زالت بعيدة ترجمة نانسي قنقر